موسيقى لما نزلت البيت من تقريبا سنة وشي وركبنا كبتاتنا وارفوكنا زادت عندي كم قطعة من الارفوك فقعدت افكت شنو ممكن اسوي فيهم وشنو ممكن اخلي شكلهم حلو يونس احطهم في غرفة الياهال او احطهم باللوندري روم او حتى في مدخل البيت فاليوم بسويولكم طريقة سهلة اتغيرون رف عادي بسيط ممل خشب الى شي حلو ويونس طبعا اللي رح تثويه نطبقونا باشياء مختلفة الاشياء اللي نحتاجها درل مقص شريط لاصق براغي علاقات وصدغرش اول شي نتاكد انه البورد اللي انا هشتغل عليه يكون نضيف ما علي اي اغبار ويمكنهم سحونا بفوطة ومان وتخلوها تنشف وبعدين يجبون تشتغلون دايركتلي عليه نحتاج التاپ مالنا نبدى نحط خطوط عشوائية للشكل اللي انتو تابقونا يفضل انه ننزل حتى بالزوايا اللي تحت لانه هم بقرش الجزئية يعني خلي يكون شوية فنيين ندور شي انجل حلو نحط فيه بعد ما لزقنا نرفح الخشبة عشان نبدي نحط الزوايا مالتنا خلوا الاطراف النهائية شوية تشفسوها عشان بوقت الشيل يكون سهل تأكد كل شي منزوق عدل وقم ما تأكدنا ان كل شي منزوق عدل باخذ السوس عشان ما اوسخ ايدي انا مختارة اللون الابيض اللي برش فيه طبقات خفيفة وبشذي احنا خلصنا الرش فبشيلة السوس ونخليها شوية تنشف بشذي احنا خلصنا الرش نتأكد انها ناشفة قبل ما نشيل التاب موسيقى راح ايب هكات اي هكات تابونها ممكن تكون خشب ممكن تكون بلاستيك وممكن تكون فضة فهذا الصايد اللي ابي اللي تحت وابدي احدد انا وين ابي هكاتي ممكن استخدم المصطرة والقلم عشان نحدد المساحات تكون صح موسيقى الحين ناخذ البرغي نفسه موسيقى تشذي صار عندي تشذي مثل هانجر او شي اعلق فيه ويت حلو بالبيت ممكن اعلق فيه اغاظ الياهال كوتاتهم مفاتيح ومكتون حلو بالمطبق ان اعلق فيها سلال انحط فيها الورد اللي ممكن تفكرون فيه وفكرة ويت حلوة انه ويت سهل مثل ما شفته وما اخذ ويت وقت ما اخذ عناصر او قلم انت صعب ان نلاقيها بمكان انه انتهي وبنتو تشتغلون عليه وتحطونا ببيتكم ويكون شي حلو انتو سويتو مع بعض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة